موسيقى بنيت عليها هذه الأسرة المقدسة التي كانت من صنع الله نفسه وبركها الله وقدسها وربطهم ببعض وبناخد المبدأ ده من سفر التكوين صحاح 2 آية 22 لما ربنا خلق حواء من ضلع آدم ويقول كده كتاب مقدس وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم ونقف عند تعبير أحضرها إلى آدم آدم تسلم حواء من يد الله مبدأ مهم جدا لما نعيش بيه في أسرة لما يشعر كل زوج أنه تسلم زوجته من الله دي عطية ربنا يحافظ عليها يحفظها في قلبه وفي ذهنه وفي فكره ويفضلها عن نفسه ويبزل نفسه من أجلها لأنها عطية الله يحفظها مقدسة تخيلوا كده لو السيد المسيح ظهر لحد وداله شيء كده حتى ولو خشبة صغيرة صليب مثلا هيحطه في أعظم مكان في حياته ويفتخر به ويبتدي دايما كل يوم يهتم به علشان يحافظ على رونقه وجماله لأنه تسلمه من يد المسيح نفسه أو حتى لما بنستلم حاجة هدية من الأب البطرخ أو الأب الأسقف بنشعر بقيمتها العظيمة في حياتنا بالرغم أنها ممكن تكون حاجة عادية ممكن كل واحد يحصل لها لكنها من يد مقدسة هكذا هذا المبدأ كنيسة بتعلمه لنا أن نتسلم الزوجة من يد الله والزوجة أيضا بتسلم زوجها من يد الله المبدأ للطرفين ويمكن في سر الزيجة بنقول كده يخاطب العريس استلم يا عريس عروستك هي لك يسوع المسيح أعطاها لك وهنا الكنيسة بتأكد هذا المبدأ هذا المفهوم للزوجين معنا مش لطرف واحد الفكر ده والمبدأ ده بننظر إلى إيجابيات بعض لما بنشعر بهذا كل واحد بيشوف إيجابيات الآخر أكتر من السلبيات ويحاول ينمي الإيجابيات في العلاقة بيننا لأنها عطيطة الله حفظ عليها ونميها وطهرها وقدسها وخليها أبهى صورة ممكنة لأنها عطيطة الله في حياتي كل إنسان بيدور على الإيجابيات ينميها والسلبيات يهتم أنه يتجاوز عنها أو يحتملها أو يغيرها وده برضو جزء من ضمن الاهتمام في الاستلام من الله بنشكر ربنا على عطيته الزوجين يشكروا كل يوم على حياتهم الزوجية الزوجين كمان يشعروا بفضل ربنا علينا ويقدم للعطية دي أفضل ما عنده ويحتمل الضعف اللي فيها هذا هو هدف إعلان الله لنا أنه أحضرها إلى آدم وأعتقد أن أبونا آدم كان بيشعر بهذا وهذا الشعور إذا دخل في قلوبنا كثير 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 من المتاعب والضيقات والألام اللي الأسرة ممكن تقع فيها ممكن تتغير تماما وينتفي تماما ونتغلب عليها بساطة جدا عندما نشعر أن كل طرف هو عطية من الله لحياتي هكذا الزوجة تشعر أن الزوجة هو عطية من الله ترضي الله فيه تخدم ربنا فيه يخدم ربنا فيها يرضي الله في الاهتمام بيها وفي البذل من أجلها في الحياة بصدق وفي الحياة الطهرة النقية في الإشباع النفسي والروحي لكل طرف الآخر لأنها عطية من الله لحياتي ولأنه عطية من الله لحياتها وللهنا المجد دائما حبديا أمين